النمر الأسود ضد النمر الأبيض مواجهة لا يمكن للعقل تخيلها النمر الأسود الذي يخفي قوته في ظلال الليل يواجه النمر الأبيض رمز النقاء الذي يتحدى قسوة الجليد هنا لا مكان للرحمة ولا مجال للتراجع فقط قوة تصرخ في عروق الأرض وتكتب مصير البرية فمن سيسيطر على العرش النمر الأسود ملك الغموض والرعب في عالم الحيوان النمر الأسود أو كما يطلق عليه أحيانا شبح الغابة هو أحد أندر وأروع الحيوانات في العالم على الرغم من شهرته إلا أن هناك حقائق مثيرة ومرعبة عنه قد تصيبك بالدهشة أولا النمر الأسود ليس نوعا منفصلا النمر الأسود هو في الواقع نوع من الجاكوار أو النمر العادي الذي ولد بحالة جينية تعرف باسم الميلانية وهي زيادة في صبغة الميلانين تجعل فراءه أسود بالكامل ولكن إذا نظرت عن قرب يمكنك رؤية البقع النموذجية للجاكوار تحت الضوء ثانيا الصياد الخفي يمتلك النمر الأسود مهارات صيد مرعبة تجعله صيادا لا مثيل له يتحرك بصمت تام مما يجعله كالشبح في الغابة يختار الليلة كوقت للصيد حيث يكون لديه أفضل فرصة لإخفاء نفسه ثالثا القوة العضلية الهائلة الجاكوار الأسود يمتلك عضلات قوية جدا ما يجعله أحد أقوى الحيوانات البرية قوة العضة يبلغ قوة عضته حوالي 2300 كيلوغرام من الضغط لكل سنتيمتر مربع وهي كافية لسحق عظام فرسته بلمحة وخصوصا عظام الجمجمة السرعة مما يجعله سريعا في المطاردة والمفاجأة الذكاء يتمتع الجاكوار بذكاء كبير في الصيد حيث يستخدم تكتيك المفاجأة والاختباء بشكل فعال للحصول على فرسته كما أن قدرته على تسلق الأشجار تجعله فريدا في الصيد والفرار رابعا أسطورة الرعب في الغابات تعتبر رؤية نمر أسود في الغابات أو الأدغال بمثابة كابوس حقيقي للعديد من السكان المحليين تعتبر هذه الحيوانات من المخلوقات الغامضة التي تثير الرعب بسبب قدرتها على الصيد بشكل مذهل وصمتها القاتل خلاصة النمر الأسود هو تجسيد للخوف والقدرة الطبيعية ووجوده في البرية يعد شاهدا على العظمة والوحشية التي يمكن أن يتخذها عالم الحيوان معلومات مثيرة عن النمر الأبيض النمر الأبيض أو النمر البنجالي الأبيض هو أحد أكثر الحيوانات جمالا وسحرا في العالم يتميز بفرائه الأبيض المخطط بالأسود وعينيه الزرقاوين مما يمنحه مظهرا ساحرا أشبه بالكائنات الأسطورية ورغم أنه نسخة طبيعية من النمر البنجالي إلا أن هذا اللون الأبيض ناتج عن طفرة جينية نادرة جدا حقائق مذهلة عن النمر الأبيض واحد الطفرة الوراثية النادرة يحدث لون النمر الأبيض بسبب طفرة تعرف بليوسيزم التي تؤدي إلى نقص الصبغة لكن دون التأثير على الخطوط السوداء وهي طفرة نادرة تظهر فقط إذا حمل كلا الوالدين الجين المسؤول عنها الرؤية الليلية الخارقة يمتلك النمر الأبيض رؤية ليلية تفوق الإنسان بأربعة أضعاف مما يجعله صيادا لا يضاهى تحت ضوء القمر ثالث سرعته الهائلة يمكنه الرقد بسرعة تصل إلى ستين كيلو مترا في الساعة لمسافات قصيرة مما يجعله واحدا من أسرع الحيوانات المفترسة الرابع قوته العضلية الخارقة يستطيع النمر الأبيض القفز لمسافات تصل إلى عشرة أمتار في قفزة واحدة ويتميز بقدرة عضلية هائلة تمكنه من إسقاط فريسة ضعف وزنه الخامس سلوك التمويه فراء النمر الأبيض رغم بياضه يساعده على التمويه في البيئات الثلجية والغابات الكثيفة مما يجعل من الصعب اكتشافه الطول النمر يعتبر من بين أكبر الحيوانات المفترسة في العالم ويمكن أن يصل طوله الإجمالي إلى عشرة أقدام حوالي ثلاثة أمتار يشمل هذا الطول جسم النمر من الرأس إلى قاعدة الذيل بالإضافة إلى طول الذيل نفسه الارتفاع عند الكتفين يبلغ ارتفاع النمر حوالي ثلاثة أقدام واحد وتسعون سنتيمترا عند الكتفين مما يجعله واحدا من أعلى الحيوانات بين القطط البرية هذا الارتفاع يمنحه قوة وسرعة في الصيد الوزن يتراوح وزن النمر بين 225 إلى 260 كيلو جراما هذا الوزن يعتبر شائعا للذكور البالغين من النمور في الأنواع الكبيرة مثل النمر البنجالي أو النمر السيبيري الإناث عادة ما تكون أخف وزنا من الذكور بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30% تفاصيل إضافية النمر يتميز بجسمه العضلي القوي الذي يساعده على الصيد والانقضاض على الفرائس الطول يتراوح طول الجاكوار الأسود من متر وسبعة عشر إلى متر وثمانية وتسعين بما في ذلك الذيل طول الجسم وحده بدون الذيل يصل إلى حوالي متر واثنين وعشرين سنتيمترا إلى مترين ونصف الارتفاع عند الكتفين يتراوح ارتفاع الجاكوار الأسود عند الكتفين بين 60 إلى 76 سنتيمترا يصل وزنه إلى أكثر من 150 كيلو جراما في بعض الحالات الاستثنائية هذا الوزن أعلى من المتوسط للجاكوار حيث أن الجاكوار العادي عادة ما يزن بين 45 إلى 90 كيلو جراما بينما يمكن لبعض الأفراد الكبيرة من الجاكوار الأسود أن تصل إلى وزن 160 كيلو جراما أو أكثر في حالات نادرة قوة عضة الجاكوار تصل إلى ما بين 2770 إلى 2721 كيلو جراما وهي قوة خارقة تمكنه من سحق العظام القوية وتحطيم الفريسة بسهولة مذهلة هذه القوة المدمرة تمنحه تفوقا كبيرا بين الحيوانات المفترسة مما يجعله صيادا لا يرحم وقادرا على مواجهة أي خصم تعتمد هذه العضة على عضلات فك قوية وهيكل جمجومة مصمم لتوليد أقصى طاقة ممكنة قوة عضة النمر الأبيض البنجلي تصل إلى 1050 باوند سكوير إنش وحدة قياس الضغط وهو ما يعادل تقريبا 476 كيلو جراما هذه القوة تتيح للنمر الأبيض استخدام فكيه بشكل فعال جدا في استياد الفريسة تعتمد عضته على تركيب فك قوي وأنياب حادة تتيح له التسلل بسرعة إلى الأجزاء الحيوية من الفريسة هذه القوة تساعده على القضاء على حيوانات كبيرة مثل الغزلان والجاموس البري النمر الأبيض بفضل عضته المدمرة يعد من أقوى المفترسات في البرية قادرا على مواجهة أي تهديد النمر الأسود يتمتع النمر الأسود بذكاء عالي حيث يعتمد على الاستراتيجية والتخطيط عند الصيد يمتلك قدرة على التسلل والمراوغة بمهارة ويستفيد من بيئته بشكل مثالي لاستفاء الفريسة كما يظهر النمر الأسود قدرة على حل المشكلات والتفاعل مع محيطه بذكاء يتيح له النجاة في بيئات صعبة النمر الأبيض البنجلي يظهر النمر الأبيض البنجلي ذكاء حادا في تحديد أماكن الفريسة والاختباء أثناء الصيد كما يمتلك قدرة فائقة على تعلم وتكييف سلوكياته حسب التغيرات البيئية النمر الأبيض يعتمد على ملاحظة وتفسير الأصوات والحركات في البيئة المحيطة له مما يجعله صيادا بارعا وفي النهاية بعد مقارنة القدرات والذكاء بين النمر الأسود والنمر الأبيض البنجلي يتضح أن النمر الأبيض يمتلك قدرات استثنائية تجعله يتفوق في العديد من الجوانب سواء كان ذلك في قوته الجسدية أو قدرته على التكييف مع بيئته وصيد فرائسه بذكاء فقد أثبت النمر الأبيض أنه لا يقتصر على جماله المدهش فقط بل يمتلك مهارات فائقة تميزه عن غيره